مدارس المهدي ملتزمة ككل المدارس اللبنانية بالمنهاج الرسمي اللبناني لذلك لا أعتقد بأنه بإمكان حزب الله تقليد النموذج الإيراني بألغاء اللغة الإنجليزية من هذه المدارس ولكن حزب الله الذي يجاهر بتمويله وتمويل مؤسساته من قبل إيران هل هو على بينات من أهمية اللغة الإنجليزية لنشل مجتمعه من دائقة اقتصادية بدأت تظهر معالمها في بيئته؟ الرادي موجود عند حزب الله نقص بالنسبة للغة الإنجليزية هناك بمدارس وضعف بهذه اللغة بحسب ما نسمع وهذا الشيء يؤثر في قدرة الطالب على التنافس في الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي واليوم أي شخص يريد أن ينافس في طوق العمل ليس بس يعرف إنجليزي يعرف كمان لغة ثالثة إذا أمكن فما بيلك باللغة الإنجليزية اللي هي اليوم أساسية إذا بدأ يكون فيه قرار بمنع لغة معينة بالبلد معينة ورح يكون عم بيؤدي لعزل هالشعب بهذا البلد لمنعه من كتير من الفرص فرص الانفتاح وفرص أن يكون عم بيقدر يتواصل مع العالم الخارجي وكانت إيران عزت قرار حظر تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية بحجة الغزو الثقافي وضرورة التركيز في مراحل التعليم التأسيسية على اللغة الفارسية حديث عن غزو الثقافي صراحة مضحك لأنه إذا ما عم تتعلم أنت عم تتعرض لعملية تراجع ثقافي على مستوى الوطن بأكمله بالسنوات الماضية صار في كتير ناس يعتبرون أنه فيهم يكونوا عم يحصلوا على على فرص أحسن إذا طلعوا بريرات إيران وكفوا اختصاصهم بأكيد يعني الدستينايشن الأول كان أميركا لألون لها السبب في كتير مدارس بلشت تعطي اللغة الإنجليزية بهالمراحل الابتدائية بس ضروري نقول أنه مش الدولة اللي هي أخذت حيضا القرارة وفي دول مثل إيران وسوريا وفي بيئات مثل بيئة حزب الله حيث التحكم أيضا بالمناهج التربوية وبحرية وحق التعليم أي نوع من الأجيال والمجتمعات تنشأ في ظل منظومة اقتصادية لا تلبي حاجة الشباب بالتأكيد هذه الأنظمة التعليمية إن كان ببعض مدارس حزب الله وبين أيضا النظام السوري مثلا اللي هناك نقص بتعليم اللغة الأجنبية فأرأي هناك فشل ذريع بإنتاج جيل قادر على المنافسة اقتصاديا بالعالم معناها أنا عملته جيل فقير أنا عملته جيل فقير هذا جيل فقير سيكون لأنه محروم من الثقافة ومن الترعكشل مع العالم من تفاعل مع العالم حواليه هذا الجيل سيكون عرضة أكثر إلى التطرف من أي جيل آخر في عصر أصبح العالم فيه مفتوحا على بعضه والتواصل مع الآخر أساسا في تكوين المستقبل تصر بعض أنظمة الأمر الواقع في المنطقة على الإنعزال والتقوقع سياسة لا يدفع ثمنها سوى شعوب المنطقة المغلوب على أمرها لبرنامج اليوم على الحرة رولا نجم أبو مراد بيروت